السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الاول الاعدادي اهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح درس انواع الخبر من منهج اللغة العربية للصف الاول الاعدادي الفصل الدراسي الاول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لاصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب انواع الخبر درست فيما سبق ان الجملة الاسمية تتكون من المبتدى وهو الاسم المتحدث عنه وتبدأ به الجملة غالباً وحكم الراف يبقى المبتدى هو الاسم المتحدث عنه وتبدأ به الجملة غالباً وحكم الراف اما الخبر هو الجزء المكمل لمعنى الجملة الاسمية الخبر هو الجزء المكمل لمعنى الجملة الاسمية وحكم الراف طب هنا عندنا مثال الكتاب مفيد الكتاب مبتدى مرفوع مفيد خبر مرفوع الاسم الواقع بعد المبتدى لا يعرب خبراً الا اذا تم به معنى الجملة يبقى هنا عندنا الاسم الواقع بعد المبتدى لا يعرب خبر إلا إذا تم به معنى الجملة فلو قلنا الطالب الذي تفوق وتوقفنا لم نفهم شيء يبقى الاسم الواقع بعد المبتدى لا يعرب خبر إلا إذا تم به معنى الجملة طبعا هنا عندنا يقول لك الطالب الذي تفوق لم نفهم شيء أما إن قلنا الطالب الذي تفوق محبوب فقد تم معنى الجملة فقد ايه تم معنى الجملة واصبحت جملة مفيدة بعد استكمالها بكلمة محبوب التي هي خبر ايب هنا الجملة تمت معناها بعد ما ضفنا لها كلمة ايه كلمة محبوب وهنا تعرب خبر اول حاجة عنيدس النهاردة انواع الخبر انواع الخبر عندنا الخبر المفرد الخبر الجملة الخبر شبه الجملة طب عندنا الخبر المفرد بيكون ايه كلمة واحدة ليست جملة ولا شبه جملة طب مثال ايه الشمس ساطعة طب هنا الخبر الجملة الخبر الجملة بيكون ايه خبر جملة فعلية او جملة اسمية طب عزين مثال على الخبر جملة فعلية انقوله العلم يرفع الامم ايبا يرفع الامم دي خبر جملة فعلية او جملة اسمية مصر تاريخها عظيم تاريخها عظيم خبر جملة اسمية اما الخبر شبه الجملة بيكون ظرف مثل الكتاب فوق المكتب او جار مجرور السعادة في الرضا اول حاجة نعرفها الخبر المفرد الخبر المفرد هو ما كان كلمة واحدة تعبر عن مفرد او مسنى او جمع ليس جملة ولا شبه جملة الخبر المفرد كلمة واحدة بتعبر عن مفرد يمسنى يا جمع الكلمة دي بتكون مفرد مسنى جمع وليس جملة ولا شبه جملة شرطه ايه يطابق المبتدأ شرطه يطابق المبتدأ في النوع التسكير او التأنيس النوع مذكر او مؤنس العدد قال لك الافراد يعني مفرد أو التسنيع المسنى أو الجامع الجدوى التالي يوضح ذلك هنا عندنا المثال المبتدى الخبر أو المثال التلميز مشتهد أوجه التطابق بين مبتدى أو الخبر النوع والعدد أول حاجة التسكير والإفراد هنا عندك المبتدى مذكر والخبر مذكر المبتدى مفرد والخبر مفرد أوجه المطابقة بينهم التسكير والإفراد التلميذة مجتهدة أوجه المطابقة بينهم التأنيس والإفراد هنا عندك المبتدأ مؤنس والخبر مؤنس المبتدأ مفرد والخبر مفرد طيب إعراب الخبر خبر مرفوع بالضمة يبقى عندك أنت الخبر المفرد يرفع بالضمة الخبر المفرد يرفع بالضمة فيه مثال تاني التلميذان مجتهدان أوجه المطابقة بين المبتدأ والخبر التسكير والتسنية هنا عندك التلميذان مسنة ومجتهدان مسنة التلميذان مذكر والمجتهدان مذكر التلميذتان مشتهدتان أوجه المطابقة بين المبتدأ والخبر التأنيس والتسنية التأنيس والتسنية إعراب الخبر خبر مرفوع بالألف إعراب خبر مرفوع بالألف التلاميذ مشتهدون هنا عندنا المطابقة بين المهتدى والخبر التسكير والجام ده مذكر مذكر جمع جام إعراب الخبر خبر مرفوع بالواو الخبر جمع مذكر سالم يرفع بالواو التلميذات ومشتهداته أوجه المطابقة بين المهتدى والخبر التأنيس والجام بدأ التلميذات مؤنس ومشتهدات مؤنس تلميزات جمع ومجتهدات جمع طيب إعراب الخبر خبر مرفوع بالضمة طيب هنا عنها تدريب بيقول لك استخرج الخبر المفرد فيما يلي وبين أوجه المطابقة بينه وبين المبتدى أول حاجة معنا الكتابان جديدان يبين المخبر جديدان أوجه المطابقة التسكير والتأثنين التسكير والتسلين يبين عندك المبتدى والخبر مسنة والمبتدى والخبر مذكر طيب رقم به النجم لامع الخبر هنا لامع المطابقة بينه التسكير والإفراد يبين عندك الخبر مفرد والمبتدى مفرد الخبر مذكر والمبتدى مذكر رقم جيم المحسنون ممدوحون هنا الخبر عندنا ممدوحون أوجه المطابقة بينهم التسكير والجم يبين هما الاتنين مذكر وهما الاتنين جم في رقم دان الفتيات مهزبات الخبر هنا مهزبات أوجه المطابقة بينه بين المبتدى التأنيس والجم يبين الخبر مؤنس والمبتدى مؤنس الخبر جم والمبتدى جم هذا معلم متميز متميز هنا خبر ووجه المطابقة بينه بين المبتدى التسكير والإفراد بين الخبر مفرد والمبتدى مفرد الخبر مذكر والمبتدى مذكر رقم واو أنتم المجتهدون يبين المجتهدون خبر المجتهدون خبر أو المطابقة بينه بين المبتدى التسكير والجم التسكير والجم رقم اثنين الخبر الجملة الخبر الجملة هو ما كانه جملة فعلية أو اسمية يبين الخبر الجملة هو ما كانه جملة فعلية أو اسمية شرطه يجتمل على ضمير يربطه بالمبتدى ويطابقه في النوع والعدد ويسمى الرابط يبقى شرط الخبر الجملة سواء كانت جملة فعلية أو اسمية لازم يجتمل على ضمير يبقى الخبر يجتمل على ضمير الضمير ده بيعمل ايه يربطه بالمبتدى يطابقه في النوع والعدد يطابق الخبر في النوع والعدد ويسمى الرابط طبعا هذه المثال المثال اللي معنا الطلاب نجحوا الخبر هنا نجحوا خبر جملة فعلية محل الإعراب نجح فعل ماضي يبقى نجح فعل ماضي واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل يبقى واو الجماعة هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل والجملة في محل رفع خبر المبتدأ والجملة في محل رفع خبر المبتدأ هنا الضمير الواو واو الجماعة في نجح الضمير واو الجماعة في نجح طب مثال الثاني الطالب نجح طب هنا نجح خبر طب محل الإعراب نجح فعل ماضي الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره هو نجح هو والجملة في محل رفع خبر مبتدى طب الضمير هنا الضمير المستتر بعد نجح تقديره هو طيب بالنسبة لخبر جملة اسمية الفتاة أخلاقها مهزبة أخلاقها مهزبة خبر جملة اسمية طيب هنا دينا الإعراب أخلاقها مبتدأ ثاني بأخلاقها مبتدأ ثاني مهزبة خبر مبتدأ الثاني والجملة في محل رفعه خبر مبتدأ الأول هنا الضمير ها في كلمة أخلاقها الضمير الرابط إنه ها في كلمة أخلاقها طبعا ناخد المثال الثاني الرجل أخلاقه مهزبة الرجل أخلاقه مهزبة الخبر أخلاقه مهزبة خبر جملة اسمية لما حلوه الإعرابي أخلاقه مبتدأ ثاني مهزبة خبر المبتدأ الثاني والجملة في محل رفعه خبر المبتدأ الأول طب الضمير أو الرابط هنا الها في كلمة أخلاقه الضمير أو الرابط الها في كلمة أخلاقه طب هنا أقول لك أن الجملة الإسمية التي تقع خبر تبدأ بإسم على إحدى الصورتين التاليتين يئما اسم به ضمير متصل مثل السماء منظرها بديع يئما ضمير منفصل مثل العلم هو الحياة جملة الإسمية التي تقع خبر لابد أن تبدأ بإسم على إحدى الصورتين الأتياتين يئثم به ضمير متصل زي سماء منظرها بديع يئما منظرها بديع خبر جملة إسمية يئما ضمير منفصل مثل العلم هو الحياة هنا هو الحياة خبر جملة إسمية طب هنا أقول لك التدريب استخرج الخبر الجملة فيما يلي وبين نوعه ورابطه رقم ألف المهزف أصدقاؤه كثيرون يبقى الخبر جملة إسمية هنا أصدقاؤه كثيرون نوعه جملة إسمية الرابط الها في كلمة أصدقاؤه رقم به العضلات تقويها الحركة الخبر هنا تقويها الحركة خبر جملة فعلية والرابط الها في رقم جيم الطالب المجتهد هو الناجح فهنا عندنا هو الناجح خبر هو الناجح خبر جملة إسمية يبقى خبر نوعه جملة إسمية والرابط هنا هو الرابط هو بالنسبة الرقم دال النظافة تنشط الجسم الخبر تنشط الجسم خبر جملة فعلية الرابط ضمير مستتر تقديره هي ضمير مستتر تقديره هي فاعل الفعل تنشط الرابط هنا ضمير مستتر تقديره هي فاعل فعل تنشط فاعل فعل تنشط رقم ثلاثة الخبر شبه الجملة هو ما كان ظرفا أو جاره مجرور إذا خبر شبه الجملة هي إما ظرف إما جاره مجرور الرحلة غدا هنا الخبر غدا ظرف زمان شبه جملة الطعام فوق المائدة الخبر فوق نوعه هي ظرف مكان المعلم في الفصل الخبر في الفصل نوعه جاره مجرور برضو خبر شبه جملة جاره مجرور محل إعرابه تقول في محل رفع خبر المبتدأ في محل رفع خبر المبتدأ عني يشوف مع بعض التدريب رقم ثلاثة استخرج الخبر شبه الجملة فيما يلي وبين صورته رقم ألف النجاة في الصدق هنا عندنا الخبر في الصدق نوعه جاره مجرور طيب رقم به الكتاب فوق المنضضة الخبر فوقه نوعه ظرف مكان رقم جيم النظافة من الإيمان الخبر هنا من الإيمان نوعه جاره مجرور البيت أمام المسجد الخبر هنا أمامه نوعه ظرف مكان طبعا يجي شوف مع بعض القاعدة القاعدة بتقول للخبر ثلاثة أنواع هي الخبر المفرد هو ما كان كلمة واحدة ليس جملة ولا شبه جملة طب شرطه يطابق المبتدأ في النوع والعدد إعرابه خبر مرفوع الخبر الجملة إما جملة فعلية أو إسمية طب شرطه إيه يجتمل على ضمير يربطه بالمبتدأ ويطابقه في النوع والعدد لأن محل الإعراب محله الإعرابي في محل رفع خبر المبتدأ في محل رفع خبر المبتدأ الخبر شبه الجملة هو ما كان ظرفا أو جاره مجرور محله الإعرابي في محل رفع خبر المبتدأ في محل رفع خبر المبتدأ نمازج للإعراب إعرابي الجملة التالية العامل مجتهد الحديقتان مسميرتان المدرسون مصقفون التجارة ربقها وفير التلاميذ نجحوا الطائرة فوق الشجرة النظافة من الإيمان أول حاجة معنا العامل مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم مجتهد خبر مرفوع وعلامة رفع الضم رقم اثنين الحديقتان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لإنه مسنة مسميرتان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لإنه مسنة في رقم ثلاثة المدرسون مسقفون المدرسون مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم مسقفون خبر مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم رقم أربعة تجارة ربها وفير التجارة مبتدأ أول مرفوع وعلامة رفعها الضمة وعلامة رفع الضمة ربحها مبتدأ ثاني مرفوع بالضمة والضميرها مبني في محل جر مضاف إليه وفير خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالضمة والجملة الإسمية ربحها وفير في محل رفع خبر المبتدأ الأول الجملة الإسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول في رقم خمسة التلاميذ نجحوا التلميذ مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة نجح فعل ماضي مبنى على الضم والضمير واوي جماعة مبنى في محل رفع فاعل والجملة الفعلية نجح في محل رفع خبر مبتدأ في رقم ستة الطائر فوق الشجرة الطائر مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة فوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصب الفتحة الشجرة مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة وشبه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ النظافة من الإيمان النظافة مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة من حرف جر الإيمان اسم مجرور وعلامة جر الكسرة وشبه الجملة من الإيمان في محل رفع خبر المبتدأ شبه الجملة من الإيمان في محل رفع خبر المبتدأ وبكذا يكونوا صنع معكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس سأصلكم في كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته